آخر نقطة على الحدود الجنوبية اللبنانية وتحديداً أمام هذه المستعمرات الإسرائيلية تقف المواطنة اللبنانية أوديل لترعى حقلها رغم كافة التهديدات الإسرائيلية وأيضاً الاعتداءات التي طالت محيط هذه المنطقة التي نقف فيها الآن كيف تعملين في ظل القصف الإسرائيلي المستمر والعدوان وأنت على بعد خطوات بسيطة من هذه المستعمرات الإسرائيلية والمواقع العسكرية الإسرائيلية بداية الحياة بدأت تكفي لو شو ما كان في حرب لو شو ما كان في أضرار نحن حياتنا بدأت تكفي مكافينا كأنه ما في شيء لأنه متكلين على الله شغلنا رح نكفي فيه لآخر نفس بحياتنا وأرضنا رح نضلنا فيها لآخر نفس بحياتنا أنا خريجة الحقوق الجامعة اللبنانية معي مستير بالحقوق بس حبي للطبيعة وللزراعة خلاني أترك المدينة وعجقتها وأجي أشتغل مع الطبيعة بسلام فبتعطيك سلام داخلي وبتقدر تضلك تكفي حياتك برواء وماذا حدث في الشهور الأخيرة منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي؟ زراعتنا تضررت كتير أنا عندي تقريبا 500 ألف متر بعد أقرب للحدود الفلسطينية ما بقدر أوصل عليهم أبدا فعندي كم شقفة بقدر أوصل عليهم مثل هذه الشقفة بقدر سيسر أموري فيهم إزراعهم بس أكيد يعني 5% أنا عم بزراع وعم بداريهم ألا تشعرين بالخوف من أي استهداف من قبل جيش الاحتلال؟ هلأ طالعا إحنا عنا شغلة طالما عم نسمعها وسمعناها يعني ما إجت فينا ما متنا فمنطلع بس نسمع وين إجت ومنطلع وين إجت ومنكفي شغلنا عادي والباقي على الله متكلين عليه مع من جرب الله بس أنه متكلين عليه صايرة معنا قبل بال2006 أنا كمان زمطت من الموت على شعراء بس حياتنا من شي مربينا بهالمنطقة خطر بخطر فتعودنا أبدا ما بفكر أترك هذه المنطقة لأنه نحنا أهل هذه الأرض ونحنا رح نبقى فيها منا جيين لجيئين أو مستوطنين بأراضي منا أرضنا لهكي نحنا بدنا نضلنا باقيين فيها صامدين فيها وهي أهم مقاومة إنك تضلك صامد بأراضيك وما تتركها للغريب منا أرضهم مستوطنين أراضي فلسطينية بدون يجو يعدوا بأرضنا إذا تركناها بتصير سهلة فيا بيخدوها عجلتتنا يا ما بيخدوها من ضلنا فيها رغم الخسائر المادية التي تعرضت لها رغم القصف والعدوان الذي طال محيط هذه الأرض رغم أيضا الحالات النفسية ومحاولات الإرهاب النفسية التي يمارسها جيش الاحتلال على سكان الجنوب ولكن الابتسامة لم تفارق واجهك منذ أن ألتقينا ما سر هذه الابتسامة وما سر هذا التعبير؟ هذا التعامل مع الطبيعة والإيمان بأله بيخليك تعيش سلام داخلي ومتكل عليه بيظلك شو ما بيصير من الله يا محلان نحن هيك منقول يعني بيجي من الله يا محلان ترجمة نانسي قنقر